بكرة مجلس الامن العام الاجتماع مخصوص عشان اسيوبيا عشان ما ارتكبه ابي احمد من جرائم ست دول طلبوا عقد هذا الاجتماع وهيعقد غدا عنوانه ايه اللي بيحصل فيه اقليم تجري ماذا جرى في اقليم تجري من شهر 11 لحد النهاردة زي ما حاكم شايفين كده في 67 الف اسيوبي لجوا الى السودان زي ما اعلنت النهاردة الوزيرة مريم الصادق المهدي وزير الخارجية السودانية امام الوزراء الخارجية العرب 67 الف اسيوبي اتهجروا بسبب بلدهم وعدين لاجئين بسبب جرائم ارتكبها ابي احمد عشان كده مجلس الامن عايز يعرف ايه اللي بيتم هياخدوا قرار سحب قوات ابي احمد من تجري مع القوات الاريترية اللي دخلت ايضا والصراع التاريخي ما بين اريتريا وحكام السيوبي السابقين اللي كانوا من تجري وعشان كده دخلت اريتريا تصريط حسابات في هذا الاقليم دعم ابي احمد دخلوا ارتكبوا جرائم حرب ومجازر ارتكبوها في هذا الاقليم من شهر 11 حتى الان عشان كده عبر تاني بقول لها حاكم 67 الف سيوبي تركوا بلادهم وتركوا بيوتهم وتركوا اراضيهم واصبحوا النهاردة لاجئين داخل الاراضي السودانية طبعا السودان هتتحمل ايه وادي جرائم تعزيب وقتل واطلاق وميليشيات قتلت الاهالي في اقليم تجري المدنيين في اقليم تجري ومجازر زينبولا حضراتك وبالتالي تحرك حاليا من المجتمع الدولي ومن مجلس الامن عشان بحث هذه المسألة الخطيرة اللي وما قم بها ابي احمد وقواته وميليشياته في اقليم تجري على مدى الكام شهر اللي فاتت خمس شهور نتكلم على جرائم بترتكب في ومجازر امام العالم والعالم لا يتحرك اول تحرك دولي حقيقي هيكون بكرة من المجتمع الدولي من دول في مجلس الامن خمستاشر دولة خمسة دائم العدوية زائد عشر دول موجودين وبالتالي ربما غدا نجد قرارا من مجلس الامن ايدانة لجرائم الحرب التي ارتكبت في هذا الاقليم اقليم تجري وربما نجد ايضا قرار ايدانة لما فعله ابي احمد من جرائم حرب في اقليم تجري من مجلس الامن بقول لها حق الاول مرة مجلس الامن يجتمع غدا عنوانه الرئيسي ماذا يجري في اسيوبيا ماذا يجري في اقليم تجري بالمناسبة قبل ما نروح للدكتورة هبل بشبيجي تكون معنا حالا فيه نهاردة تقارير اعلامية دولية بتتكلم على صراعات ستحدث في اقليم اخرى داخل اسيوبيا بتكلمه على الايام القادمة ستشهد ايضا صراعات اخرى في عدد من الاقليم الاسيوبية نتيجة ليه ما يرتكبه ابي احمد ضد الشعب الاسيوبيا احمد الضرب